إن شاء الله نلعب على الفوز ومازال النادي الأهلي حظوظه قائمة وبشدة كمان في إن شاء الله بإذن الله يتأهل زي ما قولنا عندنا أكتر من فوز ده اللي يخلينا نروح لحاجة مهمة يمكن الواحد كان بيشوفها في الإعلام الفترة اللي فاتت وهو ما قبل مباراة الزمالك وأتلاتيكو وما قبل مباراة النادي الأهلي والمريخ نظرية إن انت تحط البيت كله في سلة واحدة وتقول كلام ظاهره الرحمة وباطنه العزاب يعني إيه؟ هقولك أنا يعني يعني تيجي تلاقي الكلام في الإعلام الفترة اللي فاتت كلها يعني ياه على اللي وصلت له حال الكرة المصرية ياه على وضع الأهلي والزمالك في المسابقات الأفريقية بص إزاي فرقنا وصلت للوضع ده في أفريقيا ما ينفعش نشوف الأهلي والزمالك في الموقف ده لأ ثانية واحدة الكفتين ما زي بعض نحترم نادي الزمالك ولكن وضع الأفريقي مختلف تماما تماما عن النادي الأهلي فكنت رايح في الجولتي الأخرانين عندك حظوظ مهمة جدا وعندك حظوظ قوية فأكتر من احتمال لدرجة أن احنا هو بنكلمكم حتى مش في احتمالين بس الفوز أو التعادل لا كمان زي ما قلنا وشرحنا في حالة كمان الخسارة باحث سفر في ظل نتيجة المريخ وساندونز إذن النادي الأهلي كان عنده فرصة فكونك تستغل ظرف وقتي ولحظة وقتية وآجي أتباكة على حال الكرة المصرية لا ثانية واحدة انت هنا بتنال من صورة الأهل الزهنية وبتحطه على قدم المساواة مع فريق عنده مشكلة كبيرة جدا أخرى وهو أنه بيودع البطولة للنسخة العشرين على التوالي إذن الوضعين مختلفين تماما نادي الأهلي محليا صدر الدوري عشر مباريات بيفستسعى وبيتعادل مباراة وبيقدي أداء رائع النادي الأهلي إفريقيا في طريقه ان شاء الله بإذن الله في مشوار الحداشر والبطولة التالتة على التوالي منفعش أبدا أخذ النادي الأهلي لجملة حال الكرة المصرية ووضع الكرة المصرية متشكرين يا جماعة المشاعركم لو تفهمنا أنها خوفا عن النادي الأهلي بس مع احترامي للجميع فكرة النشد النادي الأهلي خطوات للخلف شتان الفارق ما بين مسيرة النادي الأهلي الإفريقية وأي فريق تاني دي حاجة حبيت أبدأ بيها لأن كنا مستنين يبقى لها مجال الكلام عشان تتوضح بشكل كبير جدا